بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أضوهية كبار العلماء وعضوها اللجنة الدائمة للإفتة أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء هياكم الله وبرك فيكم نستفتح هذا اللقاء بالآية الكريمة في أواخر سورة القصص في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الآية ينهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو نهي لجميع الأمة فقال سبحانه ولا تدعو مع الله إلها آخر وهذا يراد به الإشراك مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء أو في غيره من أنواع العبادة ولا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة من دعاء أو غيره لغير الله سبحانه وتعالى لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الله سبحانه وتعالى ينهى عن الإشراك معه في عبادته أيًا كان هذا الشريك من ملك مقرب أو نبي مرسل أو صال شجر أو حجر كل هذا شرك بالله عز وجل ومضاد للتوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب ثم قال سبحانه لا إله إلا هو لا معبود لا إله أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى فكيف يشرك معه غيره مع أنه لا إله غيره ولا يعبد ولا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه كل المخلوقات كلها هالكة وكيف تعبد مع الله وهي مآلها للهلاك قد يبعث الله من بعد الموت من يشاء للعرض والحساب والجزاء يوم القيامة وهناك أشياء تهلك ولا تبعث مثل الدواب والحيوانات والجمادات كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى ووجه يراد به وجه الحقيقي الذي هو صفة من صفات الله عز وجل ويراد به ما يبتغى به وجه الله من أنواع العبادة الخالصة لله عز وجل له الحكم كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم القضائي كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى لا أحد يشاركه في الحكم الذي هو الفصل بين العباد وإليه ترجعون يوم القيامة ترجعون جميع الخلق جميع البني آدم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويقفون بين يديه ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم لا يخرج أحد عن هذا الحكم الإلهي الله أعلم نعم جزاك الله خير يا شيخ تلفون البرنامج يظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ هذه السائلة وردتنا هذه الأسئلة من سائلة تقول الشيخ امرأة طلبت من صديقتها أغراض وأشياء شخصية وبعد أن أحضرتها الأولى قالت أعلميني بقيمتها لأدفع لك القيمة فقالت الأولى والله ما أخذ منك شيء والثانية أصرت على أن تعطيها كل منهما حلفت فكيف الحل يا شيخ صالح الحل أن من حنثت في يمينها تكفر عن يمينها بصيام ثلاثة بعتق رقبه أو يطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام فيها تخير وفيها ترتيب قال تعالى ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه يعني عتق فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام ففيها تخير وفيها ترتيب من لم يجد شيئا من هذه الثلاثة العتق وطعام العشرة أو كسوة العشرة فإنه يصوم ثلاثة أيام نعم أحسن الله لكم من الأسئلة التي وردت تقول السائلة يا شيخ طلبت من أحد المصارف أن يشتروا لي بيت فجاء نص العقد عنوانه عقد إجارة مع تمليك لاحق هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا الأجار المنتهي بالتمليك وهذا باطل وصدر في إبطاله قرار من هيئة كبار العلماء ولا يجوز البيع لا يعلق البيع يكون منجز وهذا جمع بين عقدين فالواجب أن يقتصر على الإيجار فقط أو على البيع فقط نعم هذا سائل يا شيخ يقول رات به سبعة ألاف وأنا أبيع بالبهائم وأشتري وعلي قسائم والتزامات هل تجيب لي الزكاة أو أأخذ من الزكاة؟ إذا كان ما تجده من المال أقل من نفقتك ونفقت عيالك ونفقت عيالك تحل لك الزكاة أما إذا كان عندك ما يكفي لنفقتك فإنها لا تحل لك الزكاة أحسين من أبهات فضل يا حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ صالح أنا أحبك لني الله يكتب أجلك عندي شيء ما يكتب أجلك فضل مختصر سؤالك أو أشوف صلاة الليل كاملك الله يكتب أجلك يا شيخ صالح صلاة الليل ما لها حد يا أخي إن شئت اقتصر على ثلاث ركعات شفع ووتر هذا أقلها أو على ركعة واحدة تجعلها وترا وما زاد من الركعات فهو أفضل نعم نذكركم مرة ثانية بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة السلطان العتيبي على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بالشيخ شيخ هل يجوز جمع طواف الإفاضة والقدوم والوداع في آخر يوم من الحج القدوم لا يدخل بهذا القدوم عند الوصول إلى مكة بالنسبة للمعتمر والقارن يطوف طواف القدوم وإن شاء قدم معه السعي سعي الإفراد أو سعي القران وإن شاء أخره فطواف القدوم لا يجمع مع طواف الإفاضة لأن الإفاضة طواف الإفاضة يبدأ وقته من منتصف ليلة النحر وأما طواف القدوم فهو عند قدوم الحاجة والمعتمر ولو في زمن متقدم أي سورة تقرأ على القبور سورة الفاتحة أم الإخلاص وما السنة عند دفن الميت لا يقرأ عند القبور شيء من القرآن هذا بدعه لأنه لم يرد فيه دليل لا الفاتحة ولا غير الفاتحة وإنما يدعى لأموات المسلمين يدعى لهم بالمغفرة والرحمة وهذا الذي ينفعهم ويستغفر لهم أما قراءة القرآن أو شيء من القرآن عند زيارة القبور أو عند القبور فهذا بدعه لا يجوز فضيلة الشيخ هذا يسأل عن البقاء على إحرام العمرة هل يستمر يا فضيلة الشيخ؟ كيف البقاء؟ يعني يقول مثلا من حج متمتعا ثم بعد العمرة تحلل بعد التقصير من رأسه إلا أنني أريد أن أبقي على ملابس الإحرام أكمل العمرة ولو بقي عليك ملابس الإحرام أكمل العمرة طواف وسعي وحلقة وتقصير إن شئت تخلع ملابس الإحرام وإن شئت تبقيها إلى أن تحرم بالحج لكن لا تعتمد أن هذا أنه يكفي عن نية النية الإحرام بالحج إذا كنت متمتعا وإن كنت قارنا وبقيت على إحرامك فالقارن لا مانع أنه يبقى على إحرامه حتى يكمل مناسكه يوم العيد نعم أول مفرد كذلك نعم عبد الرحمن معنا على الخط فضل عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام أرفع الصوتك عبد الرحمن يا شيخ قدمت من الطائف إلى مكة وتجاوة 80 كيلو وجيت أجمع وقصر ونويت الإقامة تسعة أيام هل يجوز لي في التسعة أيام هذه أجمع وقصر ومتى يعني يجوز لجمع وقصر لا ما يجوز لك يا أخي تقصر إذا نويت إقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز لك القصر ولا الجمع لأن السفر انقطع نية هذه الإقامة نعم هذا فضيلة الشيخ يقول ما خطر السحر والشعوذة على المجتمع وما حكم السحر فضيلة الشيخ السحر فساد في الأرض قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى الساحر مفسد في الأرض ولهذا يجب قتله قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر يضربه بالسيف يجب قتله وقد قتل عمر رضي الله عنه وابنته حفصة وجندب بن كعب قتلوا السحر ثلاثة من صحابه قتلوا الساحر فدل على أن الواجب قتل الساحر إذا ثبت عليه السحر بإقراره أو بشهادة الشهود إنه يقتل لأنه مفسد في الأرض والسحر فساد في الأرض وضرر على العباد ولا يجوز ترك الساحر ينشر سحره بين الناس فيفسد في الأرض نعم أحسن الله إليكم ما زلنا نتصل لنا استقبل الأسئلة والاستفسارات على الهاتف يقول السائل كيف نقي أنفسنا من العين التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم العين حق تقيها بذكر الله بالورد والاستعاذ بالله من الشيطان والاستعاذ من شر الحاسد وقراءة سورة الثلاثة الإخلاص هو الفلق والناس في الصباح هو المساء هذا مما يقي إن شاء الله من السحر الورد في الصباح والمساء تلاوة هذه السور الثلاث هذه تقي من السحر بإذن الله والاستعاذ بالله من شر السحر والشياطين والمفسدين والمشعوذين نعم إسلام معنا على الخط فضل إسلام السلام عليكم وعليكم السلام زكاة شكرا وزيان فضل يا أخي أقول سؤال فضل عنده واحد قال لمراته ما تصليش قال لها ما تصليش وكان لما يشوفها كان لما تشوفها بيصلي أو بتبرى الكرآن يضربها وكان وكانت بتصلي وهو خرج البيت ولما جه ودخل وشافها دفع راسها برجلية وقال لها لو صلتها زالي هيطلقها فرحت لبعض المشايخ فسألتهم قال لها خلص ما تصليش وهو على العزر وهو على الزم طيب دول سؤال لحظة شكرا المشايخ المشايخ لا يفتون بها الفتوى هذه فتوى فاسدة ولا يجوز لها أن تطيع زوجها في ترك الصلاة بل تصر وتجزم على الصلاة لأنها مسلمة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق للزوج ولا غيره فإن أصر على هذا فلها أن تطالب بالفراق تقيم عليه دعوة عند المحكمة والمحكمة تستدعي وتنظر في قضيتهما نعم السؤال الثاني مختصر السؤال الثاني السؤال الثاني عم الشخ واحد يشتغل في مكتب صرافة في السوق السودة بيأخذ المبلغ من الناس بيأخذوا بالعملة الليبية وبيحولها تاني يوم لبلد الرجل اللي أعطى الفلوس بما يقابل الدولار هل يجوز هذا العمل حلما بأن الليبيا ليست ده قوانين طيب شكرا هذا السؤال هذا السؤال تقدمه لدار الإفتة يا أخي تكتب خطاب باسم المفتي وترسله للإفتة وينظرون فيه ويأتيك الجواب على عنوانك إن شاء الله شكرا نعم إذا سعى المعتمر قبل الطواف ثم طاف ماذا يلزمه السعى لا يكون إلا بعد الطواف ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سعى قبل أن يطوف وإنما رجل سأله يوم النحر قال لم أشعر سعيت قبل أن أطوف فقال أفعل ولا حرج هذا خاص بهذه القضية والله أعلم أنه لم يشعر وأنه قدم السعي على الطواف جاهلا أو ناسيا فأعذره الرسول صلى الله عليه وسلم أما أن يقدم السعي على الطواف هذا الشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم قط إنما كان يطوف ثم يسعى وعليه عمل المسلمين نعم فضيلة الشيخ صالح هذا سائل يقول ما حكم من أنكر شيء من أسماء الله أو الصفات من أنكر شيئا من أسماء الله أو الصفات فإنه يكون مكذبا لما جاء في القرآن والسنة من إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قل ادعو الله وادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه فإنه يدل على صفة من صفاته فالسميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر والعليم يدل على العلم وهكذا نعم علام جدة تفضلي على تفضلي على على معناه أي نعم تفضلي على سؤالك مختصرا لو سمحت يا شخص أحاول سبتر عن عقل الأجار المنتهي بالتمليك بأجرة طيب شكرا هذا يا أخي أجبنا عليه قريبا قلنا لا يصح ولا يجوز الأجار المنتهي بالتمليك إما أن يكون أجار فقط أو بيعا فقط ولا يجمع بينهما بهذه الصفة نعم أحسن الله لكم الشيخ هل الحسنات تتفاوت فيما بينها يعني إذا كان لدينا عبادتان إحداهما أشق من الأخرى وثبت لهما نفس عدد الحسنات فهل يؤجر عليها المسلم ليس العبرة بالمشقة ولا بالسهولة العبرة بنية القلب بنية العامل والإخلاص لله عز وجل وأن تكون العبادة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذين الشرطين نعم هل من الممكن يا شيخ يقول السائل أبو إبراهيم أن تبينوا لنا معنى ربا الجاهلية ربا الجاهلية أنه إذا حل الدين على المعسر وعجز عن التسديد فإن الداين يزيد في الدين ويهسح في الأجل هذا هو ربا الجاهلية نعم أبو عبد الهادي من أبهات فضل يا أبو عبد الهادي السلام عليكم وعليكم السلام شيخ ربا الزفير أنا أتمرت وبعد ما انتهيت أبغى حلق طلعت أبغى حلق إلا ما فيه إلا واحد جزعنا وطلعت أعطي سيدي المسكة الحقي وبعد ما فسخت الإحرام تذكرت أني ما حلقت وقصرت بعد ما فسخت الإحرام يخطأت في هذا الواجب أنك عدت عليك ملابس الإحرام ثم قصرت ثم تلبس ملابس الإحرام بعد ما تفرغ من التقصير أو الحلق لأن العمرة ما انتهت إلى الآن والإحرام ما انتهى إلى الآن كيف تلبس ثيابك فأنت أخطأت في هذا ولكن نرجو الله يغفر لك وعمرتك صحيحة إن شاء الله نعم فضيلة نعم وأيضا إذا كنت ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليك أما إذا لبست متعمدا فعليك فدية اللبس نعم جزاك الله خير الشيخ يقول الشيخ بأنني أنا توين متوظف وراتبي قليل وقد رزقت بولد فهل أجعل العقيقة وليمة لأهلي فقط أطعم منها أطعم منها وتصدق منها ولو قليل وكلها في بيتك وأنت وأهلك لا بس لكن تصدق منها ولو بقليل نعم يا شيخ أحسن الله إليك يقول بالنسبة للحلق والتقصير في العمرة ما حكمه وأيهما أفضل في رأيكم الحلق أفضل قال الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين فقدم الحلق على التقصير هو أفضل بلا شك نعم سائل أبو فضل يقول لماذا وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين ثم قال في الرابعة هو للمقصرين نعم يقول بالنسبة لأكل لحم الجزور هل يبطل الوضوء ولماذا هذا اللحم لحم الجزور من سائر الحيوانات كالكبش والأغنام وغيرها يا أخي ثبت الحديث الصح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الجزور فنحن نتبع الدليل فمن أكل المتوضي إذا أكل من لحم الجزور فإنه ينتقض وضوءه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم أحسن الله شيخنا صيام الست من شوال لمن عليه قضاء تقول الأخت السائلة ما رأيكم في صيام الست من شوال لمن عليها قضاء الأحواط أنها تصوم القضاء أولا ثم تتبع ذلك بالست من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم ما صام رمضان أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدار والذي عليه قال ما صام رمضان حتى يقضي ما عليه نعم هذه السائلة ابتسام تقول الشيخ صالح بأنه وقع بيني وبين زوجي خلاف عند تربية أبنائي فقالت هذه المرأة لزوجها أنت علي حرام تحريم خاصا بالزوج أما تحريم المرأة لزوجها فهذا يجري مجرى اليمين عليها كفارة يمين بأن تطعم عشرة تعتق راقبها أو تطعم عشرة مساكين أو تكسو عشرة مساكين فإذا لم تجد إنها تصوم ثلاثة أيام نعم أبو فهد من القصيم تفضل يا أبو فهد السلام عليكم وعليكم السلام مساك الله خير يا شيخ مساك الله بالخير عندي سواء طلع عمرك عندي بنتي عمرها خمسطعش ودخل أخوها الاستشفى صغير وانذرت عليه نصوم الخميس والاثنين من كل أسبوع وثلاث أيام من كل شهر وهي عندها المعدة تعبانها من صغرها ولا تحمل الصوم ما أدري وش عليها يا شيخ إذا كانت تحمل الصوم يجب عليها صوم النذر بقوله صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله فليطعه قال تعالى يوفون بالنذر ويقافون يوم كان شره مستطيرا فما دامت نذرت نذر طاعفة إنها يجب عليها أن تنفذ هذا النذر إذا قدرت على ذلك نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ تقول السائل ابتسام هل يجوز أن أسافر مع أمي وزوج أختي لا زوج أختك ليس محرما لك ولو كانت أمك معكم لا يكفي المحرم هذا نعم يسأل السائل يا شيخ عن أذى الجار بالكلام أو بأي شيء من القذرات وكذلك عدم التعامل مع أولاده يقول بالنسبة لصبر على جار هذا المؤذي أولا هو مؤذي وآثم في ذلك ومخالف لحق الجوار الذي وصل الله جل وعلا به وبالوالدين إحسان وبذي القربة وبالوالدين إحسان وبذي القربة واليتام والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب الجار له حق عظيم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره والجار له حق عظيم في الإسلام يحافظ عليه ولا يصدر أذى على الجار نعم هذا يسأل الشيخ عن قياء الفضل المترتب على من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا بماذا يكون القيام جزاكم الله خير يكون القيام بما تيسر من التراويح والتهجد وما تيسر من قيام ليلة القدر ليس بلازم أن يقوم كل ليلة القدر من أولها إلى آخرها لكنه يقوم منها ما تيسر له نعم يقول الشيخ السائل إذا كان الفقراء خارج بلدي أحوج من الفقراء في بلدي أيهما أولى في إعطاء الزكاة الزكاة لفقراء البلد فإذا كان البلد فيه فقراء فإنك تخرجها فيهم ولا تنقلها إلى مكان آخر إلا إذا كان هناك حاجة شديدة أشد من حاجة كما ذكرت من حاجة البلد الذي أنت فيه فلا بس أن تنقلها ولكن تعطي فقراء البلد منها شيء نعم طيب شيخ يقول السائل إذا كانت الغرفة خارج سورة المسجد لكنها مبنية في أرض المسجد ولها باب داخل رحبة المسجد فهل تعد هذه الغرفة من المسجد ويجوز الاعتكاب فيها نعم الغرفة التي بابها إلى المسجد هي من المسجد أو في رحبة المسجد هي من المسجد فيعتكف فيها نعم طيب تفضل يا أبو محمد من نجران السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله تفضل كيف الحال الله يحييك تفضل أبو سيساء الله يطرنا مختصرا معك الشيخ تفضل عندي سواسة الشيخ في الإيمان هرب بحسب لديه الشيخ نعم سؤال نجي وسواسة الشيخ أي هرب بحسب لعليه الشيخ تعاني من وسواس نعم هرب بحسب لعليه الشيخ طيب شكرا يا أخي علاج الوسواس أن تستعيد بالله من الشيطان الرجيم إذا أحسست به لقوله تعالى وإما إنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله تلجأ إلى الله عز وجل وسيذهبه عنك وإذا كان هذا الوسواس نتيجة لمرض النفساني فإنك تراجع العطب النفسانيين لعلهم يجدون لك علاجا في ذلك البسملة يا شيخ ما حكمها وخصوصا في الوضوء وأيضا البسملة في دورات المياه البسملة في الوضوء واجبة من واجبات الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه دورات المياه التي هي محل قضاء الحاجة وكراسي الجلوس لقضاء الحاجة هذه ما يذكر اسم الله بلسانه فيها أما إذا كان المراد بدورة المياه الخارج عن محل قضاء الحاجة مثل المغاسل الخارجة لا مانع من ذلك يذكر اسم الله نعم يا شيخ يقول هذا السائل أبو علي ما العلة في النهي في تخصيص الجمعة بصيام وهل يعم أيضا صيام القضاء شيخ صالح صيام القضاء لا ما يعمه لكن صيام النفل لأن يوم الجمعة يوم عيد هي عيد الأسبوع فيكون مفطرا ليتقوى على صلاة الجمعة وعلى حضور الجمعة وعلى التبكير إلى الجمعة نعم يقول صيام النوافل فضيلة الشيخ والتطوى في الصيف أو في الشتاء في الشتاء يسهل وفي الصيف يعني فيه صعوبة هل الأجر سوا يا شيخ المدار على النية إذا كانت النية خالصة لله فإن الصيام في الصيف أو في الشتاء له أجر عظيم نعم يقول السائل كنت أدعو بقولي اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته أنكر علي بعض الناس بقولي في مقامنا هذا بأن هذه الجملة يا شيخ تحتمل أن تكون شرطا على الله لا ما هي شرط على الله لكنها من باب تأكيد الدعاء والإلحاح على الله سبحانه والمقام الذي يصلي فيه يرجى فيه قبول الدعاء أكثر من غيره ومقام المجالس الذكر والمجالس الطيبة أرجى من غيرها من المجالس الأخرى للإجابة شيخ الله أحفظك بالنسبة لترك السنن الرواتب وقيام الليل والاكتفاء بالفروض فقط الفروض لا بد منها والنوافع المكملات لا يستغني عنها ليحافظ عليها خصوصا الرواتب التي مع الفرائض خصوصا الوتر من الليل وما تيسر من النافلة قبله فيحرص الإنسان على أن يفعل النوافل ولا يزهد فيها لأنها فيها خير وهي مكملات للفرائض إذا حصل فيها نقص في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخر الحديث ولئن سألني لا أعطي أنه ولئن استعاذني لا أعيد أنه فالنوافل فيها فضل عظيم والإنسان بحاجة إليها نعم أحسن الله إليكم يقول زميلي يا شيخ في المكتب يردد دائما وقلت استمع إلى الشيخ في حكم هذا الدعاء اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه الله أنا لا أعرف أن هذا الحديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح أننا لا نسأل رد القضاء أن الله يرد ما قضاه ولكن نسأله أن يلطف بنا فيما قضاه سبحانه وتعالى أن يجعل القضاء خيرا لنا نعم الاتصال للأخيل مع ركان من حفر الباطن تفضل يا ركان سؤالك مختصر تفضل السلام عليكم عليكم السلام السلام أخي أنا أعمل في المستشفى وعمل يد الساعة السابعة صباحا والعمل 24 ساعة فأأتي الساعة 10 وأوقع على أني حضرت الساعة السابعة لا يا أخي هذا لا يجوز توقع على وقت الحضور ولا تكذب وتقول أنك جاي متقدم وانت ما جيت لم تأخر هذا لا يجوز وتلتزم بالنظام لأن هذا الشيء في ذمتك كما تأخذ راتب فإنك تؤدي العمل الكامل على هذا الراتب ولا تأخر عن الدوام وتوقع وفي أول الدوام وانت ما جيت إلا في أثنائه هذا كذب نعم السؤال الثاني ركان أخي بالنسبة للنظام من طيب التمليك أنا أخذ سيارة وبعد ما أخذت السيارة سمعت الفتوى والبنك ما يقبل الترجع ما أدري كيف الوضع طيب والله رفع شانه للمحكمة رفع بشانه إلى المحكمة إذا أبوا أن يقبلوها نعم نريد أن نستعرض بعض هذه الأسئلة ثم نختم البرنامج فضيلة الشيخ هل للمرأة أن تزوج نفسها عند القاضي إذا كان الولي غير كف وهي إمرأة محافظة على دينها وصلاتها لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ووليها الأقرب من عصبتها ثم تنتقل إلى من بعده من العصبة فإذا لم يوجد لها قريب فإنه يتولى العقد عليها القاضي يعقد لها هو وليها ولي من لا ولي له نعم بالنسبة لتعليم القرآن وأخضر الأجرة على تعليم القرآن لا بأس بذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله نعم فضيلة الشيخ هذا السؤال الأخير في هذه الحلقة هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك السنن الرواتب في سفره ما كان يحافظ على الرواتب إلا راتبة الفجر إنه ما كان يدعها لا حضرا ولا سفرا نعم أحسن الله إليكم ذكر في القرآن الكريم المسح على القدم هو المسح أو فضيلة الشيخ صب الماء على القدم الشيخ المسح ما هو على الرجل ولا على القدم إنما المسح على الحايل من الخفين أو الجوربين هذا الذي ورد به الدليل فلا يكفي المسح على الرجل الظاهرة لابد من غسلها وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين يعني اغسلوها والنبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه ما كان يمسح فقط على رجلين وإنما كان يغسل الرجلين غسلا كاملا ثلاث غسلات هذا أفضل أو مرة شاملة للرجل وهذا هو المجزي فلا يكفي المسح على الرجلين نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم ورفع ذكركم في الدارين على تفضلكم الحقيقة بالحضور إلى هذه الحلقة من محطة القصيم وتجشمكم هذه المشقة في هذا اليوم المبارك جزاكم الله عننا وعن أمة الإسلام خير الجزاء أشكر الحقيقة زملائي في استوديو القصيم أحمد الصقعوب وجميع الزملاء هناك من الفنيين والمخرجين استقبلوا الشيخ وهيأوا هذا اللقاء طيب المبارك معه كما أشكر زملائي معي في استوديو الرياض من الفنيين والمخرجين وبقية فريق العمل هذا زميلي هذا زميلي أيضا سلطان العتيبي أتمنى لكم أوقات طيبة مع دعواتنا للشيخ صالح الفوزان بالخير وفقه الله وزاده توفيقا وسدادا على تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته